قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تستهدف شبابا على أعلى مستوى بالتعليم التكنولوجي وأشدد رئيس السيسي على أهمية تغيير ثقافة التعليم وليس مناهج التعليم وأن المسئولية مشتركة بين الدولة والأسر ثقافة التعليم اللي احنا ماشيين بيها ثقافة التعليم وليس مناهج التعليم اللي احنا ماشيين بيها ثقافة التعليم محتاجة أن هي تتطور وتتعدل كل هدفكم إن الولادي بمعاهم والبنات معاهم شاعدت وبعدين ما بقاش في فرص عمل لي النهاردة بعد ما بنشرح الشرح ده وبنتكلم في النقطة دي بقى فيه عليها مسئولية مننا كلنا من الحكومة من الإعلام من الأسر عشان نبقى فاهمين إن إحنا عندنا فرص حقيقية وممكن نكون ماشيين في مصار بنتعلم به ولكن التعليم ده ما بيحققش المطلوب